نستكمل تطبيقات البرنولي إكويشن والنهاردة هنتكلم على أجهزة قياس الفلوريت وهنتكلم على جهاز الفنشوري ميتر بالذات يبعنا عندي هنا أجهزة قياس الفلوريت ودي من أحد تطبيقات البرنولي عن الكونكناويتي إكويشن الفنشوري ميتر إذا كنا نرى قدامنا بالشكل ده يتكون من Convergent Part Added Section ثم Throttling الخن ثم Divergent Part أنا أضع هذا الجهاز في البيب سيستم اللي موجود عندي باجي عند الفلانشة بتاعة البيب سيستم وأركب هنا وأركب الجزء الثاني في المغرب ممكن يكون موضوع ميل بهذا الشكل ممكن يكون موضوع أفقي ممكن يكون موضوع رأسي وبركب أمبوب يوتيوب بالشكل اللي قدامنا ده هذا الميجرينج فلاود اللي نستخدمه طبعاً زي ما قلنا شروط قبل كده المانومترز وبابتدى تطبق برنولي اكويشن بين مقطع الانلت سيكشن اللي هو واحد ومقطع الثروت سيكشن اللي هو اتنين وده مقطع مهم جداً عندنا ده وبرنولي اكويشن قدامنا بي واحد على قاما زائد بي واحد تلبيع على اتنين جزء زد واحد بتساوي بي اتنين على قاما زائد بي اتنين تلبيع على اتنين جزء زد تو معادلة المسكوينسلفاشن فوليوم فولوريد الكيو بتساوي A1V1 بتساوي A2V2 بعوض هنا بدلالة V2 بطلع من هنا انه V2 خلال الثروتلينج سيكشن بتساوي جزر 2G على داما زد 1.Z2 على 1.A2 طب ما انا عارف ان A2B4D2 والي 1B4D2 باختصر B4D2 يصبح كل دي 2 على دي 1 يبقى دي السرعة النظرية خلال مقطع الخنق اللي موجود فيه طيب انا عايز الفنشوري لعشان بقيس بها معدل السرايان يبقى لو ضربط الاريا في الفولوسي V2 بحصل على معدل السرايان النظري معدل السرايان الحقيقي وزا ما قلنا ليه نظري لاني طبقت برنولي اكويشن النظرية للسرايان مثالي يبقى الكيو اكشوال بالساوي cd في الكيو ثيوريتيكل حيث الكيو اكشوال يكون عندي الكيو اكشوال بتاعي بالشكل اللي قدامنا ده المعادلة ايه طول ان الكيو اكشوال بالساوي cd في a2 في جزر 2g في b1 مقص b2 على جاما زائد z1 مقص z2 على المقام عندي 1 مقص d2 على d1 بكل قصر طب لو الفنشور دي هوريزونتل كيو اكشوال يصبح القانون في حالة الهوريزونتل قدامنا كيو اكشوال بيساوي cd في a2 في جزر 2 في b1 مقص b2 على رو على 1 مقص d2 على دي 1 بكل قصر 4 يبقى في حالة لما يكون الفنشوري عندي موضوع هوريزونتل بالشكل اللي قدامنا ده امتى يكون الصرايان maximum flow rate خلال الفنشوري نظريا كل اللي ما بقلل كل لما بيقل وتزداد السرعة لكن عمليا عندي limit انا مقدرش اتخطى ضغط التبخر يبقى maximum flow rate خلال الفنشوري الشرط بتاعه انه ال b2 تساوي بي فيبر يعني الضغط عند المينمم سكشن ما يتخطاش طب ليه الكلام ده to avoid cavitation عشان امنح حدوث ضغط الكافيتيشن اللي كنا تكلمنا عليها واحنا بندرس الخاص يبقى شرط الماكسيمم فلوريت عندي ان الصرايان عند المقطع بتاع ثروتلينج سكشن بيساوي الفيبر وبالتالي بيكون الكيو ماكسيمم قدامي هيا بتساوي cd a2 في جازر 2 بي واحد نص بي فيبر على روح على واحد نص دي 2 على دي واحد قص 4 طيب احنا كده شفنا معدل الصرايان بتحسب ازاي شفنا امتى يكون الصرايان ماكسيمم وقلنا السبب ان يكون ماكسيمم عشان امنع ظاهرة الكافيتيشن والضغط يكون عند المقطع 2 مايقلش عن ضغط الطبقة طيب انا عايز اعرف بي واحد و بي 2 فبحط اليوم منومترز واجيب الفرق بهذا البريشر عن طريق الريدنج بتاعت المانومترز فبطبق قواعد المانومترز اللي عندنا بي واحد زائد جاما واحد زد واحد بتساوي بي 2 زائد جاما واحد بهذا يسبب قواعد في زد 2 نقص H زائد جاما m في H بأسم على جاما واحد يبقى بي 1 نقص P2 على جاما زد ذد واحد نقص زد واحد نقص Z2 بتساوي جاما m على جاما H زائد نقص H باخد H عامل مشترك يطلع عند المقدار بي 1 نقص P2 على جاما زد واحد زد واحد نقص Z2 بتساوي H بالقواعد في القانون بتاعنا يبقى الq أكشوال بتساوي جزر 2GH جاما M على جاما ناقص 1 واحد نقص D2 على دي واحد لكل يبقى ده في حالة لو أنا عايز أجيب الفلوريت بدلالة الريدنج H بتاعت الملومتر طب لو أنا عندي السريان بتاعنا الجاما ده جاما ووتر يبقى جاما M على جاما ووتر بتساوي S M يبقى في حالة الووتر يبقى القانون عندي الQ actual بتساوي CD في 2 في جزر 2GH في S M مينس 1 على 1 ناقص D2 على دي واحد لكل قص 4 ده ما يرتبط باستخدام جهاز الفنشوري ميتر في قياس معدل السريان ولو إحنا عارفين الكونديشنز وعارفين السبسيكيشن بتاعت الفنشوري ميتر بقدر أحسب على طول معدل السريان خلال أي بايب سيستم باستخدام الفنشوري ميتر ونستكمل بقى التطبيقات المحاضرة القادمة إن شاء الله